اشتركوا في القناة الذي قد يؤدي احيانا الى قرحة في المعدة او حتى صراطا المعدة باحثون بريطانيون توصلوا الى طريقة جديدة لمعالجة هذا المرض تتمثل في سوار من حبيبات مغناطيسية دم وضعه حول المريء السفلي انه صمى منذ اتجاه واحد يفتح عند عملية البلع ثم يغلق تلقائيا يمنع اي شيء من الصعود السوار مارن بما فيه الكفاية حتى يسمح للطعام بالمرور لكن صعوبة البلع تبقى من اثاره الجانبية الشائعة التي تتلاشى مع مرور الوقت قوة جذب هذه الحبات المغناطيسية تسمح للعضلة العاصرة في اسفل المريء الضعيفة بالانغلاق في الجزء السفلي من المريء حوالي مئتي شخص يعانون من مرض الارتجاع المعيدي المريء جربوا هذا السوار وابدوا رضاهم عنه السوار يجعلك تأكل ببطء لكن دون ألم كما انك لا تشعر أبدا بوجوده وضع هذا السوار يتم عن طريق عملية جراحية سريعة وبسيطة تتطلب ثقبا صغيرا المرضى يمكنهم العودة إلى بيوتهم مباشرة بعد العملية ترجمة نانسي قنقر شكرا